ده الفيديو اللي لابد منه قبل رمضان هو ده الوقت اللي لازم نعمل فيه كده لو عايز وقتك ما يضعش في رمضان او في اي يوم من الايام العادية يبقى لازم تشوفي الفيديو ده اهلا بيكم ده فيديو جديد انا عفاف ودي قناتي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحشارك معاكم النهاردة فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة عم عليهوش اختلاف وكلنا حنتفق في حاجة واحدة بس ان اللي هيحصل في الفيديو النهاردة لازم كل السلتات في كل العالم تعمله لان دي الحاجة اللي بنشترك فيها كلنا وهي اصل الاكل وبما انها حاجة اساسية في كل الاكلات وكل التفريزات وفي كل الوصفات يبقى يلا بينا دلوقتي نسوف ايه هي تجهيزاتي النهاردة عايزكم تحطوا لايك على الفيديو ده دلوقتي وكمان تشتركوا في القناة ناوش مشتركين واول مرة تشوفوني ودلوقتي دوسي لايك وخلينا نبدأ ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا في خير الاكل طبعا انتوا عارفين ان هو ليه اصول كده يعني فيه حاجات كده مهمة لازم تحطيها في كل اكلة تقريبا من اهم الحاجات اللي احنا المفروض نفرزها او نحتفظ بيها او نسهل بيها وقتنا ومجودنا هي البصل البصل من الحاجات الحلوة جدا ولكن هو ليه خطوات كده مهمة اوي لازم تتعمليها علشان تطلع معيك نتيجة مضبوطة والبصل ريحته ما تغيرش معيك ولا يحصل له اي حاجة ولا يعني يبقى مش تمام ابدا معيك خليني اقول لكم دلوقتي ان انا هفرز معيكم البصل بطريقتين كمان غير ان انا هفرزه بطريقتين هقول لكم على الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعمليها وانتي بتفرزي البصل عشان تطلع معيك النتيجة عشرة على عشرة وما تتضيقش ابدا من ريحته ولا تقولي ان تفريز البصل ده حاجة فشلة جدا ولا الكلام ده خالص خليني نقول النهاردة احنا عندي كمية من البصل طبعا زي ما انتي عاوزة خليني اجرب معيكم شوية بطريقة وشوية بطريقة تانية والاتنين احنا بنحتاجهم جدا ولكن في طريقة احنا بنحتاج فيها البصل بكمية كبيرة قوي او بنستخدمه اكتر وهي البصل طبعا المبشور او اللي متقطع قطع صغيرة خالص فخليني نعمله ده اول حاجة انا جبت البصل عندي الكمية اللي حعملها وقشرتها وغسلتها كويس وكمان نشفتها نشفتيها اه نشفتها ما خلت هزب المية بتاعته ابدا ولا بيسقط مية ولا حاجة طيب خلينا نقول دلوقتي انا حطيت في الكبة البصل بتاعي وحطيت عليه كمان ربع كوباية من الزيت ومعلقة من السكر الكبة دي كلها كده حطيت عليها ربع كوباية من الزيت ومعلقة من السكر طب ليه عفاف سكر وزيت اول حاجة الزيت دوت علشان يخلي البصل كده لين معيكي يعني ما يبقاش محجر اللي هو انت اصلا مش عارفة تحركي من مكانه ولا يعني اقصد يبقى لازق في العلبة او ماسك في نفسه قوي او ماسك في البصل كله في بعضه ومش عارفة تحركيه من بعضه خالص فالزيت بيعمل ليونة كده فيه زي ما كنا بنعمل في تفريز التون بالزبط لو تفتكروا طيب السكر مادة حافظة طبعا من الحاجات اللي بتحافظ جدا في التفريزات طيب يعني احنا ممكن لو تضيفي معلقة سكر صغيرة كده على اي حاجة بتفرضيها مش هيجرأ اي حاجة وهيبقى حاجة احسن علشان هو مادة حافظة السكر طبعا والملح طيب خلينا نقول بقى انا جبت الكمية بتاعتي اللي انا اه هحطها في العلبة دي ودول عملوا معي مرتين في الكبة مرة ودي تاني مرة تمام كده طيب انا عندي طريقتين للتفريز اول حاجة ان انا احط في الكاس وطلع اكسر من الكيس الحت اللي انا عاوزها ودي طريقة طبعا بالنسبة لي فشلة جدا ما بحبهاش ابدا اولا تطلع ريحة ثانيا انت ممكن الكيس تقطع منك تعود بقى تفتح الكيكيس وتعود تكسري منها ده طبعا مش مستحبة خلص بالنسبة لي لو انتم جربتوا الطريقة دي منافع معاكم اوكي تمام لكن خلينا اقول ان الطريقة الافضل بالنسبة لي على الاطلاق اللي انا بعملها دلوقتي اللي هو ايه اللي هو انا جبت علبة كبيرة مسطحة كده وفردت الكمية اللي انا عاوزها بصمك كويس يعني المكعبات دي حاورها لكم او اللي احنا هنعملها يعني دلوقتي الصمك بتاعها يعني مشتفع يعني كمية البصل اللي حطها في العلبة كتيرة تمام عاملة بيها طبقة كده سميكة شوية وبدأ دلوقتي اسويها في العلبة هباريكم دلوقتي الصمك بتاع الطبقة اللي انا حطها قد ايه يعني البصل ده كتير مش شوية اللي انا حطه في العلبة ده بصوا كده طبعا انا فرماو كويس جدا وعندي بصوا طبقة ايه بينه هي. بوريكم هنا الصمك بتاع طبقة البصل اللي موجودة في العلبة. كده تمام. هجيبي الاسباتيولة بتاعتي اللي انا ساويت بيها دي. واعمل ايه بقى? هبدأ اعمل علامات في البصل على شكل مكعبات كده. على حسب بقى ما انت عاوز. انا كعفيف بحب بصل كتير في الاكل. يعني مثلا لما اجي اعمل بسلة اعمل بامية. ممكن اقشر بصلاية كبيرة علشان التسبيكة. او اتنين. فانا هعمل برضو بنفس المقدار دوت اللي هو مكعبة كبيرة شوية. ما يبقاش بصل حاجة بسيطة يعني لا. لان البصل اصلا بيحل الاكل انتو عارفين. فخلينا نقول ان انا هعمل مكعبة كبيرة شوية. يعني المكعبة دي تقريبا بصلاية كبيرة. السنك بتاعها والحجم بتاعها يديني بصلاية كبيرة. لو انا بشرتها او قطعتها صغير كده ناعم. يديني كده بصلاية. فانا كأني عاملة آآ البصل ده. لو عديتوا المكعبات دي. كأني عاملة عدد المكعبات دي كل مكعب بصلاية. فهمتوا كده? انا قطعت المكعبات دي آآ بالطول وبالعرض كده. وحغطي العلبة ودخلها الفريزر. تمام كده. ودي اول طريقة. خلينا نقول تاني طريقة او تاني آآ شكل البصل اللي احنا هنفرزه يعني. اول حاجة فرزنا البصل بتاع الطبيخ والتواجن بقى والكل اللي احنا عايزينه. يعني والفراغة المسلوقة واللحمة المسلوقة كله. خلينا بقى نقول هنا هنفرز بصل شرائح او جوانح. تمام? انا عندي القطعة دي طبعا بتيجي مع كل كبة هتلاقيها موجودة عندك. ممكن تكوني اصلا ما استخدمتهاش قبل كده. هتطلعي القطعة دي وتحطيها في الخلاط كده. او عالكبة يعني وتركبي الكبة وتبداي تقطعي البصل بالشكل ده. قطعت كمية البصل بصوا كلها لما بارك في لحظة. ما كملتش دقيقة تقريبا. وكنت مقطع كمية قد كده. هحط له كمان لكل الكبة دي ربع كوباية برضو من الزيت. ومع علاقة من السكر. كده تمام. تعالوا بينا نشيل الكبة ونفكها ونشوف البصل اللي جوه عامل ازاي. اللهم مبارك متقطع تقطيع محترمة. لو فكر يتقطعي على ايديكي مش هتطلعي بالجمال ده ولا بالرفع ده. يعني هو كده تمام. البصل بقى ده تحفى جدا للكشة دي. لو هتعمليه بالطريقة ديب يبقى جميل جدا لانه بيتقطع رفيع وبتحمر ويبقى مقرمش. طيب خديني ننزله هنا في العلبة دي. انا عاملة الكنمية دي او الشوية دول علشان عام بيهم ايه بقى? هتستخدمي البصل ده في ايه عفاف? هنستخدمه في الشوارمة مسلا. هنستخدمه في لحمة مفرومة. مع الصجة. هنستخدمه في لحمة بالبصل. هنحطه مسلا على صنية بطاطس بالفريخ. ايا كان. احنا كده كده بنستخدم البصل في كل الاكلات تقريبا. يعني كل يوم انت بتمدي ايدك على البصل علشان تقشري وتفرومي وتعصري والجودة. فخلينا نقول ان انا النهاردة حبيت ان انا انجز بصراحة في وقتي وقفتي في المطبخ. مش بس الرمضان على فكرة. يعني البصل ده انا مش مفرزة الرمضان ولا حاجة. انا هستخدمه في الايام الجاية. فيعني مش لازم ان احنا عشان رمضان. لا احنا هنخلي الاسلوب الحياة عموما بالشكل ده. انت لو ست بتشتغلي او ست بيت. كل ده هينجز معاك جدا. هيخليك متوفيش في المطبخ عشر دايق على بعض. هتطلعك مكعب البصل تحطيه على النار كيس السلسة من الفريزر وتحطي عليه الخضار او الحاجة اللي انت هتعمليها. وبس. فالموضوع سهل وبسيط. ممكن سهل على نفسنا بس الطريقة مزبوطة. اهم خطوة في الكلام ده كله ان انا طبعا البصل دوت يدخل الفريزر على طول فور الفرم. يعني اول ما يتفرم يدخل الفريزر على طول. عشان ريحته ما اتغيرش وما يتقصرش معايك اول ما يتفرم على طول على الفريزر على طول. انا عبيت الاكياس بتاعتي دي اربع اكياس بالشكل دوت. يطلع الكيس على الاكلة الواحدة على طول. على صنية بطاطس بالفراغ. يطلع على صنية او طاصة شاورمة. يطلع على طاصة كبده. ايا كان. طب انت يا عفاف مفرزة الحاجات ديت لوقت كبير. لا. للشهر اللي احنا فيه ده. يعني انا البصل مش بفرزه للشهور كتير ولا حاجة. لا هو احنا ممكن كل اسبوعين نعمل كمية من البصل تكفينا في الايام اللي بعد كده. مش لازم لوقت طويل قوي. ما خبيش عليكم بقى. بما اني عملت بصل فتشجعت كده وقلت ايه وانتي بدواخة نفسك ليه بنتي عفاف. ما تخشي على طول على التوم يلا كمان اشاري. وفرومي. وحطي في علبة في الفريزر وطلعي منه كده ايه? مالكة. مفيش بقى ايه? ولا ريحي التوم في ايدك ولا ايه حاجة خالص. ده انا بحب طبعا اضيف توم كتير في الاكل. فمن الحاجات اللي بتدايقني جدا. ريحة التوم في ايدي وطلع المبشرة وابشور عارفين انتو الدوشة دي. فقلت خلاص انا كمان هجهز التوم. اللي هو بقى ايه? البصل والتوم يعني توقم. ما في موش كلام. فقلت خلاص انا هطلع نصف كيلو التوم اللي عندي دوت. هو ده اللي كان عندي بس. لو كان عندي اكتر كنت عملت بس ده اللي كنت لسي شريعة معاكم. الفيديو اللي فات على طول. فمساكت التوم كده وقلت خلي بس واحدة او اتنين كده سلام. لو احتاجت اعمل بيوم اي حاجة وهو صحيح كده تمام? ولكن الباقي افضل حاجة ان انا اعمله مفروم. فطلعت التوم كده وحقشره كله دلوقتي اللي في الطبق ده كله. وتعالوا نشوف هنفرومه في الكاب بس داي. البصل طبعا عملناه اللي هو المتقطع جوانح ده. اه هناخد تقريبا منه كيس على طول على الاكلة. انا عملته على اربع اكياس. وبالنسبة للتوم البصل اللي هو المفروم على الاخر دوت. اه ده انا عملته مكعبات عشان اخد مكعب على طول على الاكلة. طب بالنسبة للتوم بقى مش هعمله مكعبات ولا حاجة انا هحطه شوية دول في علبة على بعض. فعلشان ينفع ياخد منه بالمعلقة وما يبقاش جامد جدا زي ما بنعمله كل سنة. هقول لكم على الطريقة دلوقتي. انا التوم ده حطيت عليه ربع كوباية من الزيت ومعلاقة سكر ومعلاقة ملح. الزيت من اهم الحاجات في التفريز البصل والطوم اللي لازم تحطيه علشان بيخلي البصل والطوم فيهم زي جود طيارة كتير. وفيهم كمان سويل بيبقى شابك فيه معده جدا انتوا عاودي بقى تكسري والدغدغي في العلبة بالسكينة عشان تطلعي حط التوم صغيرة. انما ده بيخليني ااخد بالبرطمان ببقى حطة ممكن تلاتة اربعة كيلو توم في برطمان واحد او في علبة واحدة اقدر اسحب منه بالمعلاقة طول السنة مفيوش اي مشاكل. مجربي ومش هتندمي خالص في الموضوع ده. طيب التوم والبصل من الحاجات الاول ما تدفرم تدخل الفريزر على طول. ما ينفعش خالص ان انت تسيبيها برا. ما تقولي ديش انا حفره من التوم يعرف هو حطه في برطمان واحطه في التلاجة من تحت. ما ينفعش خالص. التوم لازم من الفريزر من الكب على الفريزر. هتطلعين من الفريزر بصوا ما تكملوش لحظة. تاخذي منه ودخلي فريزر تاني. ما ينفعش خالص بقى جو اللي هو التوم يفك ونزله في التلاجة من تحت ولا الكلام ده ابدا. ما ينفعش خالص. عشان نتجنب كل الاكسادة والامراض وكل الكلام اللي بيحكوا فيه في التوم والتفريز والكلام ده. دي انسى الطريقة واسلم حل. انا بقالي تقريبا كده اتناشر سنة بعمل نفس الكلام. في التوم كل سنة. لما التوم يطلع في الموسم بتاعه اللي لسه طالع اخضر. بجيب الاتناشر تلاتاشر عشرين كيلو على بعد. واروح فرما كله وحشايلاف الفريزر طول السنة. لحد اخر معلقة بيطلع ابيض زي ما هو. حاسب لكم في سندول وصفي دلوقتي الفيديو بتاع تفريز التوم بتاع السنة اللي فاتت. او السنة اللي قبلها اللي عملنا مع بعض. لان انا فضل عندي منه للسنة اللي فاتت وما انفرزش السنة اللي فاتت. علشان كده خلصت مني من كام شهر. فانا عاملة العلبة زيت كده مؤقتا لحد ان شاء الله ما يطلع التوم الاخدر نجيب كمية مع بعض كبيرة وانفرزش طول السنة. طبعا انجاز. حسيت بقيمته جدا لما خلص من عندي وبقت كل طبخة وكل اكلة اطلع توم واشر واطلع المبشرة وابشر وخصوصا لو بعمل مكارونا وعايزة مثلا معلقة توم مفرون كده لازم اعملي عشر فصوص ولا حاجة. ولو عايزة عامل سلملوخية بقى لازم توم كتير. فصراحة بيجي لي شلل يعني. قدما كده انا اضافة. بتخدم المعلقة على الحل على طول. سرعة نظافة ما واستخداش مواعين وانجاز بصراحة. يعني ما اقول لكوش والله. انا اي حاجة لو عملتها لوحدي او عملتها حتى معيكم ونتجتها ما كانتش حلوة انا ما بعملهاش تاني وبقول لكم لا ما تعملوش كده. يعني قلت لكم ما اتفرزوش الكوس علشان مش حلوة. الخضرة برضو. تفريز الخضرة ده بالنسبالي مش مناسب خالص. فانا اللي بفرز خضرة ولا بقول حد فرز خضرة. فالحاجات اللي بعملها وبتطلع نتجتها مش حلوة بقول لكم عليها اكيد. انما البصل والطوم اللهم بارك ما فيش ولا كلمة فيهم والدول من اهم الحاجتين اللي نعملهم تقريبا من استخدامهم كل يوم. فانتي لو عملت كده كمية على قدك حتى لو تكفيكي اسبوع اسبوعين مش لازم تعملي كميات كبيرة ولا حاجة. هاتي يا ستي كيلو بصل وبشريق وعمليه بالطريقة دي وشليف الفريزر مكعبات. هاتي نص كيلو توم زي ما انا عملت كده ولا كيلو توم وزبطي الدنيا كده وتلاقي الموضوع سهل وبسيط. هتلاقي والله نفسك بتنجزي في المطبخ بسرعة جدا. آآ والسلسة جاهزة عندك وكل حاجة جاهزة. الشعرية متحمرة. صدقوني. انجاز. ما نضيعش ابدا ابدا رمضان مننا. ولا نضيع وقفتنا طول النهار في المطبخ. ونفضل طول النهار نسبك ونبشر ونفرم ولا الجو ده خالص. تعالوا بينا دلوقتي بما اننا لسه في نص الشهر فحنخلي ان شاء الله الوصفات الاقتصادية من غير لحم ولا فراخ. في اخر الشهر فخلينا دلوقتي نشارك مع بعض وصفة الفراخ التكة. عايزة اقولك هتعملي النهاردة بعد الفيديو ده فراخ خطيرة جدا. بلون وطعم طحفة. هيقولولك ازاي احنا اول مرة ندوق فراخ بالطعم ده. يلا بينا نشارك مع بعض الوصفة دي ونشوف التدبيلة وازاي نطلع الفراخ باللون ده. واريني اللايك الامر بتاعك ويلا بينا ندخل على طول على الوصفة. هنعمل دلوقتي فراخ تكة. عايزة اقولك ان اللون بتاعها والطعم مختلف تماما عن اي صنية فراخ عداية هتعمليها. تعالوا بينا نشوف مع بعض عن جهز لطريقة ازاي? والتدبيلة بتاعتنا ايه? عايزة اقولك الاول بس ان انتي لو جبتي فراخ حجمها كبير تقدر تقسميها الملابات اصغر. يعني بمعنى ان انتي لو جبتي مثلا وراك فراخ كبيرة او صدور كبيرة ينفع تقسمي صدر اتنين. ينفع تقسمي الورك اتنين زي ما انا عاملها دلوقتي. فبدل ما اه التلات وراك دول يأكلوا تلات افراد عشان تبقى وراك صغيرة. لو كبرتها شوية ممكن يأكلوا خمسة مسلا. فهمتوا? يارب يكون قصدي وصل يعني. طيب خلينا دلوقتي اقول ان انا قطعت كل وراك على جزئين يعني دول تلات ملابات اصلا بس او تلات وراك. ويفتحتها بالسكينة زي ما شفتوا. تعالوا بينا بنشوفها التكبيرة العظيمة. عندي هنا معلقة كبيرة من الصلصة. عندي معلقة كبيرة من المستاردة. معلقة كبيرة من الكاتشاب ومعلقة من هريسة الشطة طبعا يعني اختياري بس هي طعمها طحفة ومش بتدي اي حرقية خالص يعني. عندي كمان معلقة كبيرة من الخل معلقتين كبار من الزيت. معلقة كبيرة من دبس الرمان. ومعلقة كبيرة من العسل الاسود. وعندي ملح وفلفل وكزبارة وبابريكا مدخنة او عادية. وممكن نستبدل آآ معلقة العسل الاسود بعسل ابيض او معلية سكر. عندي كمان طوم وبصل بودر. دي كده معلية العسل اللي انا حطيتها خلاص. وحقلب كل الكلام الخصير ده مع بعضه. عايز اقولك ان الفراخ ما كانتش حرائة خلص. يعني معلية هريست الشطة مش هتخليها حرائة. بس بتديها تست ايه بقى تحفة جدا. قلبت كل الكلام ده مع بعض واكيد انتم متوقعين الريحة. انا مش هقول يعني. بصوا. الفراخ التكة يعني ما بيتعملش تحتيها حاجة. المفروض نريحة بنعملها كده وبنشويها في الفرن. في طاصة او صنية يعني. لكن خليني اقول ان الفراخ دي هتناسل صوس خطير. فانا مش هعمل حاجة تانية جنب الفراخ غير الرز يعني بس. فانا قلت خلاص. انا هقطع بطاطس وحطها تحت. يبقى البطاطس انها هتتاكل مع الرز. وفي نفس الوقت ما نبقاش ضيعنا الصوس بتاع الفراخ دوت كده الفاضي. لأ. حطينا تحتي بطاطس ممكن تحطي بسلة كوسة برحتك يعني اي خضار تحطيه تحت. ونشوي الفراخ ان شاء الله عليها. ومش هنحط لها مياه خالص فحيبقى فراخ ما شوية ولون مظبوط زي ما هتشوفه تجنن. طيب انا خدت البطاطس دي اديتها كده معلقة من التدبيلة اللي احنا عملناها. وتبلتها كلها كويس. هنزل بالفراخ وانزل بالتدبيلة وضعك الفراخ حتة حتة. خذي بالك ان عايز ادخل كل التدبيلة دي ما بين الفراخ والجلد واللحم وما بين اللحم نفسه. يعني اديها كلها تدبيلة عظيمة كده. يعني ما ترشيش التدبيلة كده وخلاص او تحطيها وخلاص لأ. انا حمس القطع قطع وادعكها آآ بالطريقة دي. طبعا عايز اقول لك ان الوصفة دي تدري تعتمديها بقى ونوصفات رمضان هتعجبك ان شاء الله جدا على فكرة خطيرة ويطلع شكلها في النهاية. لأ فراختك فعلا يعني مش ما تحسيهاش فراخ عادية لان رونها بيطلع مختلف. طيب خلينا نقول دلوقتي انا سخدت الفرن بتاعي على الاعلى حرارة. وحطيت الصد في اول رف خالص تحت الشعلة على طول. تمام? الفراخ دي مش هحط لها مية. بس هعمل ايه? هغطي اول حاجة بورقة من الزبدة وبعدين ورقة من الفايل حنكمرها كويس قوي. علشان البخار يسوي الفراخ معي. طيب. عايز اقولك على حاجة برضو مهمة جدا. لو حاسيتي ان الفراخ آآ بدأت مثلا تلزق او ما نزددشو مية كفاية طلعيها على الشبكة الاول لحد ما تنزل مية. وبعد كده آآ ترجعيها تحت على اول رف على طول. اهم حاجة ما تحطيش عليها مية خلط. طيب انا عايز اقولك ان انا الفراخ قلبها على الظهر يعني بخليه الوش اللي فيه الجلد تحت والباقي فوق. تطلع معاك كده طريقة جدا. بنطلعها في الاخر لما بتستوي بنروح قلبنها بقى على الناحية التانية ونخلي الجلد الفوق ونشغل الشوية اتفرجع على لون الخطير اللي حيطلع. خادت في الفرن حوالي ساعة وربعة كده. وفتحت عليها بقى وحمرتها طبعا عدلتها وحمرتها وده كده شكلها في النهاية تحفة جدا. طبعا وهي في الفرن بقى كنت عملت طبقة طلطة وعملت كمان آآ رز ابيض معاها. بصوا الصوص اللي نازل اصلا خطير جدا مش صوص بقى كده او مش مية. لا ده الصوص تاعة الفراخ وكل العصارة بتاعة الفراخ نزلت منها. وما هضفناش مية خالص. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي? خطيرة جدا. تعالوا نغرف ووريكم شكل الطبقة في النهاية عامل ازاي? انتي لو عملتي الوصفة ديه في رمضان كده وعملتي كل واحد طبق. يا دوب ملاب الفراخ بتاعه شوية صلطة وشوية رز وخلاص على كده وكوبات العصير هيبقى تمام جدا. طب ما انا يا عفاف بعمل صنية بطاطس بالفراخ وبتطلع كده برضو. لأ صدقيني يا عميلي اللي انا قلت عليه ده بالزبط. نفس التدبيلة بنفس الطريقة كده بالزبط. هتطلع معي كي طعم تاني خالص. وديجي شايفة شكل الفراخ مشوية على حق يعني. اتمنى فعلا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وكل سنة وانتوا طيبين. وتعود عليكم الايام بقال في خير يا رب. ما ننسوش تدعو لاخواتنا في سوريا وفي تركيا. ربنا يهون عليهم. يا رب هون ولطف بهم ويرحم موتاهم مش في جرحاهم يا رب وهون على الاطفال والكبار. طيب خليني اقول دلوقتي ان انا خلاص قلت الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون مفيد. لو حسيت ان ده محتوى مفيد اتمنى ان انتي تشجعيني يعني بتحطي لايك على الفيديو ده. واستنى رأيك طبعا في التعليقات. وقوليني انتي بتتابعيني منين? اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد وفيديو تفريزات جديد وروسين جديد. السلام عليكم.